السلام عليكم معاكم بدر من Game Tech واليوم معاي تابلة هواوي MatePad 11 نسخة 2021 حجم الشاشة 10.95 إنش من نوع IPS وبدقة Quad HD Plus وتردد الشاشة يوصل إلى 120 هيرتز وهواوي هذي السنة سوت خلطة عجيبة حطت في MatePad Pro حجم 12.6 إنش شاشة OLED مع 60 هيرتز والMatePad 11 حطوا لك 120 هيرتز مع شاشة IPS وألوان الشاشة جميلة كالعادة صحيح ما هي بجمال OLED لكن هذا الشي بيخلي سعر الجهاز أقل وتقدر تعدل من الألوان من الإعدادات إذا تبغاها طبيعية أو مشبعة أكثر الجهاز يجب معالج سناب دراجون 865 وبرام 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا ويدعم تركيب ذاكرة خارجية إلى 1 تيرابايت وبعد تجربة المطولة أشوفه يقدم أداء جيد جدا بشكل عام من تصفح وتنقل وغيره وحتى مع الألعاب كان أداء جيد ويدعم واي فاي 6 وبلوتوث 5.1 والتابلي تيجب أربع سبيكارات من هاربون كاردن وصوت الجهاز بمرة عالي وبصراحة توقعت يكون أقل مستوى من MatePad Pro من ناحية الصوت لكن تفاجأت بقوة الصوت وجودته ويدعم كمان أربع مايكات لززجيل الصوت والتابلي تيدعم الجيل الثاني من قلم هواوي M-Pencil ومع تردد 120 هيرتز بتشوف سلاسة ممتازة وأنت تستخدم القلم بالرسم والكتابة وغيره لكن طبعا القلم مايجي مع الجهاز ولازم تشتريه بشكل منفصل والجهاز يجي بنظام هاربوني OS وواجهة النظام قريبة جدا من واجهة هواوي EMUI على أندرويد وبشكل عام النظام سريع وممتاز مثل إنشاء الوجت بالسحب زي كذا وفتح أكثر من تطبيق بنفس الوقت وغيرهم وأكثر سؤال جاني هل أقدر أحمل تطبيقات الأندرويد بصيغة ABK على نظام هارموني؟ الجواب نعم تقدر تحملها بنفس طريقة الأندرويد بالضبط وإذا عندك أجهزة هواوي ثانية مثل جوالات أو شاشات أو لابتوبات بكل اتصال ونقل الملفات بين الأجهزة سريع وسلس بفضل نظام هارموني وهذا الشي اللي تسعاله هواوي وهي إنها تسوي منظومة سهلة وسريعة بين الأجهزة والجهاز يجي بدون خدمات جوجل وتقدر تحمل التطبيقات اللي تحتاجها من متجر هواوي أب غالري صحيح ما فيه كل التطبيقات لكن بتلاقي فيه أغلب التطبيقات المهمة حاليا وبخصوص اليوتيوب سويت شرح من قبل كيف تحمله على جهزة هواوي بحط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف والكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل والأمامية بدقة 8 ميجابيكسل وطبعا صارت أفضل من الإصدار السابق حجم البطارية 7250 ميلي أمبير ويجي مع الجهاز شاحن سريع بقوة 22 واط ويدعم الشحن الأكسي بقوة 5 واط سعر الجهاز يبدأ من 1849 ريال ما يعادل 492 دولار وراح يبدأ الطلب المسبق على الجهاز يوم 26 يوليو ومعا هدايا بحطها لكم تحت بالوصف